شاب وبطرز لأنه أصلا هذا مش إعتياجي أنه شاب يطرز شاب وبطرز بس بنفس الوقت بطرز بطريقة عصرية اللي يخلي الصبايا أو أي حدا بيخد قطعة كهدية يجي لعنده لألوان لشغله مش بس لأنه شاب وبطرز هوايتي بالتطريز كهواية بلشت منذ الصغر صراحة هي كانت في البيت مع الوالدة مع خواتي في البيت عملية كانت لهوات خد قلتي واشتغل والساول بالدكية فتطورت الحالة مش في الوضع أنه لا والله ماشي الأمور طورت الحالة وضلتها ببالي صرت أحب الألوان وأحب التطريز وشوية شوية 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 قدرت أعمل قطعة خطان موجودة قماش مش موجود تسكير فاش بدأ أعمل جبت دشتاشة كانت عندي بالزمانات من 2003 ركبت عليها ماركة جبت الخطان وبلشت بقى طرز ما كنتش عارف شو بدي أطرز شو الموديل اللي بدي أعمله شو الشغلة أو قطعة اللي أنا بدي أنتجها مجرد تطريز بدي أطرز لطلع معاي في النهاية فستان وهذا الفستان هو أول فستان أنا عملته وما كانش مصمم لحجم حدا معين وبعد ما خيط الفستان لبسته لبنتي لبشته البنت وبعد ما لبشته صورتها فيه أجد فكرة المشروع واسمي المشروع أجد من بنتي اسمها رند فأنا سميت المشروع على اسمها الرند يعني بحب أستخدم الألوان التقليدية لأنه زي ما تحكي هو الحفاظ على التراث الفلسطيني والمورث الفلسطيني بألوانه هي نفسها النماذج هي نماذج تقليدية معروفة ولا أي حدا بقدر يبتكرها موثقة هذا هو التراثنا الفلسطيني ولكن أنا عشان أقدر أجذب ناس إلي أكتر استخدمت ألوان مغايرة للألوان الأصلية موسيقى هدف المشروع الأساسي هو تحبيب الجيل الجديد بهذا الموروث الثقافي لأنه زي ما بنعرف كثير عم بتعرض للصريقات ومش من اليوم من أيام موسيقى موسيقى توصلت مع ناس من رمالة وقرى رمالة وتوصلت مع ناس من غزة وزي ما حكيت هدف المشروع هو زي ما أنا بلشت أدور وفي فترة الكورونا أخلق فرصة عمل إلي بدي مردود مالي نوعاً مال فبلشت في أخلق فرصة عمل إلي لما فكرت أطور المشروع وصايت طور أكتر أكتر بلشت أفكر في خلق فرص عمل لناش ثانية فعلاً هي محتاجة تشتغل رمالة شكرا